عودة مجددا إلى ضيوفي أستاذ علي البخيتي في الموضوع الدولي كان هناك نوع من المعركة الدبلوماسية في أرواق الأمم المتحدة حول قرار يتعلق باليمن هل تتوقعون أن يكون هناك موقف موحد في مجلس الأمن أم أنه سيكون الدور الأكبر للإدارة الإقليمية والحركة الدبلوماسية الإقليمية المتمثلة بزيارة الرئيس أردوغان إلى طهران وأيضا ما يتم الحديث عنه عن جولة يقوم بها مساعد وزير الخارجية الإيرانية للمنطقة لا أتوقع أن يصدر قرار في الأيام القليلة القادمة عن مجلس الأمن روسيا فقط طلبت بهدنة إنسانية وتم تقريبا رفض هذا الطلب باعتقادي أن التدخلات الخارجية واضحة في سوريا في العراق في ليبيا لم تؤتي ثمارها ولذلك لا يعول الشعب اليمني كثيرا على هذا الأمر أعتقد أن السعودية لوحدها هي من سيدفع ثمن وتكاليف هذا العدوان لأن بقية الدول حتى وإن ضربت سترحل لا يوجد أمام اليمنيين مكان للانتقام في إلا السعودية وهذه مخاطرة سعودية كبيرة السعودين والدول العربية عبر حصارهم لأنصار الله الحوثين دفعوهم بشكل أو بآخر للتفاهم مع إيران ونسي بعض العلاقات اليوم بهذا القصف وبهذا العدوان على الشعب سيدفعون الشعب اليمني بالكامل للشعور أن إيران هي الحليفة الحقيقي له وفي النهاية ستكون هناك أزمة عميقة والجرح لن يندمل بسهولة بين الشعب اليمني وبين المملكة العربية السعودية إضافة أخي الكريم إلى أنه يجب أن نركز على مسألة البعد الإنساني هناك اليوم عقوبات جماعية ضد الشعب اليمني هم أعلنوا أنهم يريدون أن يكصفوا الحوثين أن يقتلوا الحوثين اقتلوا الحوثين كما شئتم لكن ما دخل باقي الشعب اليمني اليوم تكصف ناقلات النفط تكصف ناقلات القمح والدقيق تكصف المستشفيات تكصف الكثير من الأماكن المدنية تحاصر المطارات أغلقة اليمن لا يتمكن اليوم من إرسال المغترب من إرسال أموال إلى الداخل أو الذي في الداخل لا يتمكن من إرسال الأموال إلى الخارج بالتالي هناك عقاب جماعي ما دخل هذه الممارسات بأهداف العسكرية للعدوان هناك محاولة لتركع الشعب اليمني بكامله والقول له أنه إذا استمريت في خيال رفض الوصاية السعودية على البلد سنقوم بحصار جماعي عليك أنا أسأل اليمنيين الذين يؤيدون للأسف هذا العدوان السعودي ليقولوا للسعودية أضربوا الحوثي لكن أن يتأثر الشعب بهذا الأمر وأن تحاصر الموانئ اليمنية وأن تضرب حتى المطارات المدنية ما دخل أن يمنع اليمنين الذين يصابون ويجرحون في هذه المعارك ألا يسمح لهم حتى بالسفر للعلاج هذه الدول التي تدعي أنها مع الشعب اليمني تقوم بإهانة المواطن اليمنيين في دولهم تمنعهم من السفر في مصر اليوم يحاصر المواطن اليمنيين ويمنعون من الفيز مع أنه لم يكن هناك فيز من الأصل هذه الدول التي تقول أنها مع الشعب اليوم تظلم المواطن اليمني في كل مكان وتمنع عنه أبسط الاحتياجات الإنسانية وبالتالي هناك كذبة كبرى أن هذا التدخل في صالح الشعب اليمني وهناك عقاب جماعي بالأصح أدعو كل المنظمات الإنسانية وأدعو كل العرب وكل يا أخي لم يحصل هذا الكلام حتى داخل إسرائيل في وقت الحرب لا تكسف المشاهدة المدنية لا يمنع الغذاء والدواء عن المواطنين اليوم يتم حصار كل شيء داخل اليمن والله حصل هذا في غزة وأكثر يا أستاذ علي أستاذ أكتايا الماز في إسطنبول الاتصالات الإقليمية التي تجري بين إيران وتركيا وأيضا بين دول الإقليم هل ترى في ضوء المواقف الدولية وعدم إمكانية أن يكون هناك توافق دولي في مجلس الأمن على استصدار قرار واضح حيال اليمن أن تكون اليمن أو هذه الأزمة تخضع مباشرة للإرادة الإقليمية وللتواصل الإقليمي وما إمكانية أن يكون فعلا هناك نوع من التفاهم الإقليمي وهل تستطيع تركيا إقناع السعودية بالذهاب إلى الحوار وأيضا إقناع الأطراف الأخرى يعني يجب حل الأزمة اليمنية إقليمية في الحقيقة دول الإقليم الكبرى التركية وإيران والسعودية تقدر إذا أرادت حل هذه المشكلة لا يجب فقط إقناع السعودية في الحقيقة كذلك يجب إقناع الحوثيين يعني لماذا ننسى سبب المشكلة أرادت الحوثيين الأيمان على كل اليمن بدلا من أن تكون هناك مشاركة سياسية يجب أن تكون هناك مشاركة سياسية دون إقصاء أحد وأن تتفق يعني بلدان المنطقة إيران والسعودية والتركيا تستطيع أن تحل هذه المشكلة بمشاركة الحوثيين يعني يجب كذلك إقناع الحوثيين على إيران أن تضغط على الحوثيين لتقبل المشاركة الحقيقية لجميع اليمنيين ولا بد أن نحل مشاكلنا في المنطقة نحن دون التدخل الخارجي طيب لم يبقى وقت وأريد أن أختم مع ضيفي أيضا في إيران أستاذ كيهان إيران عليها أن تضغط أيضا على حلفائها وعلى حركة أنصار الله وربما في ملفات أخرى ليكون هناك توافق إقليمي أو إدارة إقليمية وحل المشكلات داخل المنطقة إقليميا ما هو الدور الإيراني المطلوب وهل تقوم إيران بدورها فعلا في هذا المجال أعتقد أن إيران يجب أن تطلع أيضا بدور خاص بها وهذا الدور هو ربما أيضا إن تطلب الأمر ذلك إقناع أنصار الله بتقبل نوع من المشاركة في حكومات تضمنية لكن في نهاية المطاف الأمر كله يعود لقرار اليمنيين للشعب اليمني بكل حال السياسة الإيرانية ستكون سياسة واضحة تدعم وجود حكومة مستقلة في اليمن حكومة مشتركة تجمع بين مختلف القوى السياسية لكن عندما نرى أن الأمور تنحو نحو تدخل العسكري من جانب بلدان الجوار فهذا لا شك في أنه يعقد كل الجهود الإقليمية الرامية إلى إيجاد ولو حل إلى هذه الأزمات بالتالي أعتقد أن الأطراف جمعة وهنا هذا يشمل إيران مدعوة إلى أن تعمل بشكل تعاوني وتشاركي أن تجلس على طاولة واحدة وأن تنصب وتنسكب في شهودها على وقف لإطلاق النار ومنع هذه الأزمة من الغوص في مزيد من التعقيدات نحن نتحدث هنا عن مقتل الناس الشعب على رغم من كل المرامي الجيوسياسية نعم سيد بارزيجار اسمح لي أوقفك هنا لأختم مع ضيفي الأستاذ علي البخيتي في الستوديو بنصف دقيقة أستاذ علي البخيتي هذه الاتصالات إلى ماذا تفضي التي نراها الآن باعتقاد أن السعودية ستستمر حتى تحقق ما تعتقد أنه انتصارات على الأرض لكن الواقع أنها ستتورط أكثر فأكثر ولن تستطيع تعقق أي انتصارات وبالأخص إذا تورطت بريا باعتقاد أن هناك ضربات مؤلمة ستوجه لها على المستوى الميداني ولن يفضي أي تدخل عسكري لحل داخل يمن وستلجأ في النهاية إلى وقف هذا العدوان بعد أن تكون استنفذت كل أدواتها إضافة إلى أنها فقط تسببت في شرخ عميق بينه وبين الشعب اليمني سيأتي الوقت الذي سيتمكن هذا الشعب وهذا التحالف انهار بتقديرك؟ هذا التحالف انهارا من الأساس لا يوجد هناك أي تدخل أي دولة الجيش المصري أخي الكريم جيش مؤسسي ومجرد أن يعود خمسة جنود مصريين نعوشا إلى مصد سيكون هناك انقلاب على السيسي ولذلك السيسي قرر أن ينأى بنفسه بشكل أو بآخر المسألة مسألة شراء ولاءات سياسية لبعض الأنظمة لا أكثر شكرا جزيلا لك سيد علي البخيتي الكاتب السياسي اليمني أشكر حضورك هنا أيضا أشكر من طهران الأستاذ كيهان بارزيغار الرئيس مركز الشرق أوسط للبحاثة الاستراتيجية ومن اسطنبول الأستاذ أكتا يلمز الكاتب والباحث السياسي شكرا لكم جميعا ضيوفي شكرا لكم